نهاردة الحقيقة كان فيه تصريحات للسياسي البارز أستاذ حمدين صباحي حول إنه تحديداً إنه أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية بترحب وبتقدر دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار السياسي واللي أطلقها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في الأسبوع الأخير من شهر رمضان وتذكروا حاجة بالمناسبة قبل ما نكمل تصريحات الأستاذ حمدين إنه أنا مبارح كنت بقول إيه؟ كنت بقول الآتي كنت بقول يا جماعة كمان لازم تشوف إنه هذا الحوار السياسي اللي أطلقه فخامة الرئيس ليه ميزة عظيمة ألا وهي وضع هذه الجماعة المتطرفة وأشبهها والمنبثقات عنها في عزلة تامة خد بالك الجماعة المتطرفة هذه الجماعة المتطرفة الإرهابية الحقيرة جماعة الأخوات وهي حقيرة من وقت التأسيس بالمناسبة يعني وأنا بقولك تاني لو سمحت ما تديش ودنك لحد يقولك أصلا حسن البنة كان كويس بس هم أفسدوا الجماعة لا حسن البنة كويس ولا هم أفسدوا الجماعة هو أصلا فاسد العقل والنية ده بس إيه عشان نبقى على مية بيضة زي ما بيت قال ده أولا ثانيا حوار سياسي بهذا الشكل يطلقه الرئيس وبهذه الظروف وبهذه الملابسات مش قولك حتى ملابسات بهذا الشكل وتفاصيله العامة وتفاصيله شديدة الدقة يعمل إيه؟ يخلي أن الجماعة لطول الوقت بتصف نفسها بأنها معارضة وأنها لها أراءة سياسية وأن لها توجهات فكرية وأن لها طرح لنت معارض ولنت لك توجه ولنت لك طرح أنت إرهابي حقير ده المنطقة البساطة فيعزل فيصبح الجميع واقفين الجميع بقى هنا فيما عادة هذه الجماعة الحقيرة واقفين واقفين منضمين مصطفين على أرضية وطنية واحدة بيأكد وهنا بقى برجعلك لتصراحات أستاذ حمدين بيأكد أستاذ حمدين صباحي أن الحركة لم تضع الحركة المدنية الديمقراطية يعني لم تضع شروطا مسبقة لهذا الحوار وإنما طرحت رؤى وأفكار وعوامل من أجل إنجاحه وبيوضح أن نجاح السلطة هو نجاح للمعارضة والعكس صحيح سأنا أعيد لكم هالحاجة بدي أنا كل مرة ببقى عايزة أتوقف بصراحة دائما في جملة اعترضية كده أنا من الناس اللي تحب الدق دائما أي مصطلح وبنغز جدا من فكرة ابتزال الكلام تعرف ابتزال هو إيه؟ رواجه غير المبرر وغير المفهوم دون الوقوع على معنى الحقيقي هو ده الابتزال بالمناسبة طيب يجي يقول لك إيه؟ أنا مختلف مع النظام السياسي في مصر أنا بس عندي سؤال أنت عارف يعني إيه نظام سياسي؟ والله أنا بتكلم جد ومش عايزة تفزلك والله ولا أطمئ أنت عارف يعني إيه كلمة النظام السياسي؟ النظام السياسي مش معنا طبقة الحكمة بالمناسبة يعني كلمة النظام السياسي في التعريف الكلاسيكي أو التعريف العام الدولي المنتشر الانترناشنال ديفينيشنز في مرجعيات العلوم السياسية نظام سياسي تعني طبقة الحكم ومعارضته فاهمني؟ طبقة الحكم ومعارضته عشان بس نبقى متفقين ولهذا أنا عجبني الجملة الأخيرة لأي أساس حمدي أنه نجاح الدول أو أساس حمدي قال نصة نستاني هقره لك نجاح السلطة هو نجاح للمعارضة والعكس صحيح دي جملة صح وجملة حلو النجاح دائما يصب فيه مصالح الطرفين معارضة نجحة طبقة الحكم نجحة طبقة الحكم نجحة المعارضة نجحة هو ده المناخ اللي لازم الكل يشتغل عليه وهو ده اللي لازم يفضل الأساس الرئيسي بالمناسبة وهنا أنا أنصح المعارضة المصرية إذا كان لها حق النصح يعني كمواطن خلونا أزكيا وده مهم جدا خلونا أزكيا طيب أشار سيد حمدين لأن أحزاب الحركة المدنية لم تطرح طلبات تتجاوز الدستور نصا أو روحا ولم تستخدم لغة الشروط وقال نحن ندخل الحوار بنوايا حسنة حتى نصل إلى نتائج أفضل لمصلحة بلدنا حلو الكلام شدد القيادي السياسي البارز والكبير على أن أحزاب الحركة المدنية في مصر حريصة بشكل واضح على الشعب والدولة والوطن وهي تعارض من موقع الولاء للشعب والحرص على الدولة والبحث عن الأفضل الذي يجعل الحياة أفضل للجميع طيب هنا بتنتهي تصرحات أستاذ حمدين صباحي واللي بقى ظنها تترجم بشكل أو بآخر المنظول اللي في مخي اللي قلتلك عليه هذا أمش بتنتهي هذا أمر يضع هذه الجماعة غير المباركة في حالة عزلة ولهذا أنا بقول لك أهو الجماعة هتفضل طول الوقت تشتغل طول الوقت هتشتغل على أنها تحاول تشاكك في الحوار الوطن ويتشاكك في نظام الحكم اللي احنا متفقين أنها وطبقة الحكم ومعارضته وهتفضل تشاكك في الكل وهتفضل طول الوقت تقعد تتخبط وهتفضل الوقت تقعد تلوش وهتفضل طول الوقت من دلوقت أنا بقول لك أهو هتفضل طول الوقت تحاول ممارسة ما نطلق عليه واصبحنا فاهمين يعني الاغتيال المعنوي هتحاول تهدم ثقتك او تزعزعها في كل الناس ليه هم في عزلة مرميين وهيصدلوا مرميين